هنا بهذه الشركة المتخصصة في صناعة الأسلاك الكهربائية المتجهة نحو سوق صناعة السيارات الأوروبي يتم تكوين مئات الشباب في المجال ستة أشهر من التكوين النظري والتطبيقي كافية لإدماجهم بالشركة نفسها النشاط الشركة هو صناعة الأسلاك الكهربائية للسيارات لعقدات اتفاقية مع المندوبية الجهوية لتكوين المهني لتأسيس مراكز التدرعش المهني في جميع فرع الشركة ونفو المغرب كانت تدرع على مدينة طنجة، مدينة القنيطرة ومدينة مكنس فالهدف من تأسيس المراكز هدو هو استفادة الشباب لم يتمكنوا أنهم يكملوا الدراسة من تكوين شامل في صناعة الأسلاك الكهربائية اللي كيشرف عليها مؤطرين متخصصين في المجال فداخل مركز التدرعش المهني وأيضا داخل ورشة العمل نحن هنا بالمركز التكوين كنستقبلوا المتدربين اللي كيستفدوا من دروس نظرية وتطبيقية حول إنتاج وصناعة الأسلاك الكهربائية للسيارات نعلمهم طريقة اللي يخدموا بها وكيف يقوموا بالكيفية اللي يقدروا ينتجوا بها الأسلاك الكهربائية بواحد الجودة اللي هي عالية وكنستمروا بطريقة الحال هنا كل إمكانيات دينا باش نقدرون نوفره لموحد التكوين اللي هو يقدر يكون شامل شركة تتوفر على ستة معامل عبر ربوع المملكة أربع منها بطنجة واثنين آخرين بالقنيطرة ومكناس ما يفزح فرصا للشغل في وجه الآلاف من الشباب بفضل شراكة بين هذه الشركة بجميع فروعها ووزارة التكوين المهني الحد الآن تم تكوين 78 فوج من 2017 حتى الدابة واللي تخرجوا منهم 2.270 شخص اللي تم إدماجهم وسط الشركة بنسبة 100% تحت لي الفرصة هذه من دخلت المركز تكوين والقاتب اللي غن نخذ على جورة المراحل المراحل الأولى اللي هي غن نستفد من الدروس تطبيقية غادرية اللي غن تمكنني من التعرف على هذا المجال الكتر والمراحل الأولى اللي هي قدرنا أن تكون عندي فرصة من بعد أن ندخل نخدم وسط الشركة الحمد لله أخرج وليت كنت مزيان وليت مؤهل لذيك المهنة ودبا حاليا وليت أنا بوليفالو كان كنت داري في هذا المجال هذا وكتلقى واحد تكون زوين تاو مبتدرج بشي حصلت على نفس الشهادة اللي حصلت عليها أنا هذه تقريبا دوز عام 33 ألفا هو عدد المتدرجين الحاصلين على الشهادات يتم إدماج 93% منهم في سوق الشغل داخل الشركات المكونة ما يثبت أن التكوين داخل المركز بالتدرج المهني يستجيب لكفاءة التكوين والحصول على العمل داخل الشركة المكونة والتي تعد واحدة من الأسس الرئيسية للإستراتيجية الوطنية للتكوين المهني اشتركوا في القناة